يعني حضرتك فيه إحصائية مشكورة أنت حبيت تشاركها مع السادة المشاهدين النهاردة إحصائية صدرت عن مجلة أمريكية مجلة طبية أمريكية اسمها الورلد ميترز الإحصائية دي بتقول أرقام غريبة جدا يعني أنا استغربت جدا أول ما شفت الإحصائية استغربت جدا لأن الإحصائية بتضع الإجهاض في المرحلة أو في الترتيب الأول بالنسبة لحالات الوفاة حول العالم طبعا حول العالم وابتضع فيروس كورونا اللي هو مرض العصر في الترتيب قبل الأخير طبعا لهذه الدرجة الإجهاض سبب من أسباب الوفاة يعني الإحصائية بتقول من يناير 2020 لـ 15 يونيو 2020 حول العالم الناس اللي توفوا بسبب موضوع الإجهاض حوالي 20 مليون والكورونا لحد هذا الوقت في الترتيب قبل الأخير حوالي نصف مليون بنادة وده كانت مفاجأة كبيرة جدا من إسبالي أنه الإجهاض يتسبب في مقتل هذا العدد الكبير من الناس 20 مليون ده عدد ده رقم ضخم يا دكتور طبعا في البداية أنا عايز أسأل حضرتك إيه الإجهاض يعني ما هو الإجهاض أسبابه في الأول خالص للسادة المشاهدين وبعدين نكمل في هذا الموضوع نبحثه حتى نصل في النهاية إلى يعني حاجة مفيدة للسادة المشاهدين إنهم لا يقدموا لا قدر الله على هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضرتك أستاذ صفوط ومشاهدين الأعزاء على قناة الصحة والجمال الحقيقة هو الأول عشان نعرف كلمة إجهاض بالبلد كده الإجهاض ده اللي هو فقدان الجنين فقدان الحمل نعم لحد إمتى لحد سن معين وده بيصنافه منظمة الصحة العالمية السن ده يسمى بسن الحيوية أو الفيابلتي اللي هو سن 27 أسبوع رحمي داخل الرحم اللي هو بداية الشهر السابع يعني يعني من أول شهر من أول بداية حدوث حمل وبداية حدوث حمل دي مش لازم تبقى من أول شهر بالزبط من قبل كده كمان من بداية التخصيب والالتصاق البوايدة بالرحم لغاية ست شهور ده اسمه إجهاض بعد كده تسمى بولادة مبكرة لغاية الشهر التاسع يعني لحد ست شهور ده إجهاض من حولوش الحمل إلى الشهر السادس ده إجهاض لو نزل الجنين ده إجهاض بالزبط اسمه فقدان للجنين وإجهاض من أول السابع لغاية أول التاسع دي اسمها ولادة مبكرة من التاسع طبعا بعد كده دي ولادة عادية تمام